استفادت كثير ومشتريت الكتب الدينية والياهو انا اشترينا الكتب التاريخ التبرية وتاريخ الخلق ابن خلدون استفادت منه ومشتريت الكتب بها فائدة كثيرة انا كتب مهندس متقاءة الهين عمري تسعين الى 15 يوم اقرأ في القرآن وخلصت من عمري سبع سنين كل شهر مرتين لو ثلاث مرات وخلص القرآن اشتريت من المكتبة وكاتب الكتب قصص الأنبياء باللغة الأردوية بالزمن قبل عشرين سنة عربي بس اللهجة عراقية ماذا عراقية؟ انا كنت هناك من وقت الملك فيسط سنة 55 الى صارت المؤامرات مالك ثلاث جئت هناك بالكويت استغلت بالشركات استغلت بالحكومة بكيو سي استفادت كثير ما بيقرأوا معناته خسرانين علم موجود بالكتب بس ما يدرسون انا يجبني ما اقدر انام إلا اقراها الكتاب قرآن وكملها حديث وخاوية بس اللي كان صديقي شعراوي لا لا اروح كل سنة سنتين اروح ببلدي ويرجع وشوف الأقارب هناك موجودين لكن هنا انا امان فيه هناك ما فيه امان امان باستخلاق وناس كثيرين بس ما فيه عداوة اي شيء اصدقاء كلهم اشترك بلد خير بلد فيه بركة الشعراوي عالم خسارة خسارة ليس للمصر لبلد الإسلامي كثير ما فيه واحد بعد تعرف الشعراوي عملت ما قعدت ما تسعتاش يوم في المسجد الحسين في المصر راواني جامل ازهر راواني اشياء قديمة معلومات الانبياء كتب مال الادريس خرايط مال الادريس وجمع كثيرين استفادات من عنده كان عالم ممتاز خسارة خسارة بالنسبة البلاد الإسلامية ماذا شوفها مثله ابدا ما ادري متى راح يولد مثل الشعراوي هنا مهنا بس العلم لياته هالجسمه مالبين راح